السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير عليكم النهاردة وصفتنا مهمة جدا للبشرة للبنات والعرايس وكمان الامهات اللي بتعاني من جفاف البشرة او بتعاني من الهالات السودة او لو موجود عندك في بشرتك حب الشباب ومش لقياله حل يبقى لازم تتفرج معاي على الفيديو ده للنهاية تستفادي منه كتير المسك بتاعنا مسك طبيعي 100% العامل الاساسي فيه هو الكوركم ده المكون الاساسي اللي معايا معلقة كركم صغيرة وكمان معلقة عسل نحل ابيض طبيعي صغيرة ومعانا كمان معلقة زبادي كل المكونات دي مكونات طبيعية 100% وكمان موجودة في كل بيت يعني مش هتدوري على مكون مسلا مش هتلاقيه هتدوري عليه لا كل المكونات دي موجودة معانا في البيت ومن دلوقتي حالا عملي الوصفة بتاعتي واستخدميها وشوف النتيجة معاك هتبقى عاملة ازاي انا هضيف كل المكونات دي على بعض معلقة الكوركم على معلقة الزبادي وكمان هنحط عليهم معلقة العسل هنقلب كل المكون ده على بعضه لحد ما نحس انه كله بقى خليط واحد علشان نقدر نستخدمه ونستفيد به زي ما قلت لو بتعاني من الهلات السودة او حب الشباب او جفاف البشرة او لو بشرتك فيها احمرار مش لقياله حل استخدمي المسك ده بيعالج حاجات كتيرة جدا في البشرة وبيحافظ عليها كمان او لو حاسة ان بشرتك تعبانة زي ما قلت فيها جفاف او احمرار او هلات سودة او حب الشباب او لو حبة تروحي مناسبة مثلا وعايزة تكون بشرتك طبعية 100% تكون جزابة كده وناضرة يبقى لازم تستخدمي المسك بتاعنا ده احنا استخدمنا 3 مكونات حطينا كركم وحطينا عسل وكمان زبادي الكركم هنا فيه مضاد للأكسادة والبكتيريا وكمان بيعالج حب الشباب وكمان بيعالج الأكزيمة اذا كان عندك احمرار زي ما قلت في البشرة هيعالج كمان الاحمرار اللي بيبقى موجود في بشرتك العسل هنا برضو فيه مضاد للأكسادة احنا حطينا زبادي لو انت بشرتك جافة يبقى هنستبعد الزبادي وهنضيف معلقتين من اللبن او معلقتين من الحليب يبقى لو البشرة جافة هنستبعد الزبادي وهنضيف معلقتين لبن او معلقتين حليب المسك ده حلو جدا للبشرة زي ما قلت بيستخدم مرتين في الأسبوع لو كانت البشرة تعبانة لو كانت بشرتك كويسة ومفيش فيها اي مشاكل هتستخدميه مرة واحدة في الاسبوع للحفاظ على البشرة من الجفاف ومن البكتيريا تمام؟ يبقى المسك ده هنستخدمه مرتين في الاسبوع قبل ما نستخدم المسك ده هنخسل البشرة بتاعتنا كويس جدا بمية دافية بعد كده هتنشف بشرتك وتحط المسك ده على البشرة وهتسيبيه عشر دقايق او تلت ساعة تمام؟ يبقى هنسيبه من ربع ساعة لتلت ساعة على البشرة وبعد كده هنخسله بمية دافية ونبتدي ان احنا ننشف البشرة بتاعتنا ولو في عندك اي كريم مرتب هنضيف كريم مرتب بعد استخدام المسك وشوفي النتيجة هتبقى عاملة ازاي انتي هتحطي المسك بشكل دقيري على البشرة يعني هتحطي انا هجرب معاكو هوريك تدهيني المسك بتاعك ازاي هتدهيني المسك بالشكل اللي انت شايفها ده كده زي ما قلت هنسيبه من ربع ساعة لتلت ساعة على البشرة وبعد كده هنخسله بمية دافية وننشف البشرة كويس جدا وبعد كده نحط كريم مرتب وبعد كده تشوفي الفرق هيبقى عامل ازاي استخدميه مرتين في الاسبوع وزي ما قلت لو البشرة كويسة مفيش فيها اي مشاكل استخدميه مرة واحدة بس في الاسبوع علشان تحافظي على البشرة بتاعتك من الجفاف ومن البكتيريا يارب الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم جربوها ومش هتنضمو وقولولي رأيكم في التعليقات هستنى كومنتاتكم وهستنى تعليقاتكم وزي ما قلت لو اول مرة بتشوفي قناتي يبقى لازم تشتركي فيها وتفعالي الجرس وتعملي لايك للفيديو لو عجبكم علشان توصلك مني كل فيديوهاتي وفي النهاية هقولكم مع السلامة وتستنوني فيديو جديد